الاسم اللي قدرتها نشوف ازاي نتعامل مع النصوص طيب اجد الوقت ادس هنا وقول له انا عايز بايسن تمام طيب وممكن اجي هنا اقول له string وممكن نكتب الى مثلا الكلمة الشهيرة hello world واربل بنده ودوت واجه هنا اقول له watch مفيش علاقة بنده وده خلص اوه هنا بياخد المتغيرات اقول له مثلا اعتبر ان فيه متغير اسمه n وده هيساوي 0 اللي يحصل اي كلمة تكتب هنا هتخش في لومبو الزيرو لومبو الزيرو ده هيتلمز لبرامز اثنين طيب الاثنين دي لو جيت كده الان الان دي لو قلت ال run ايه هدو الكلمة دي اكتبه هنا طيب لو قلت له run وبينكو سين كده قلت له zero run هجيب لأول حرف دخل هنا لأول حرف ايه العلامة دي راح تكتبه هنا ليه لان هو بيبدأ العدن من zero ممكن ان اعمل كده وقول له ايه من واحد لخمسة وقول له run هايبدأ ياخد ال H رقم واحد العلامة دي بال zero واحد اثنين تلاتة اربعة فهياخد S E L L طيب لو قلت له نطين وشلت العلامة دي كده وقلت له run هياخد من اول ال واحد لهاد اخر حاجة موجودة طيب ممكن اقول له ال N وبعد كده اقول له زائد ونكتب كلمة تانية مثلا هاي معنى مثلا زائد دي معناها يعني بعد ما تخلص النص دوت اكتب لي نص جديد نعم وممكن نعمل ايه ممكن نجي هنا نقول له قرر لي ال string ديت واحطها هنا وازود واخد كده اهيد طيب بدل hello world هنتخليها مثلا ايه high world مثلا طيب هقول له بقى خلي ال m بتساوي ال n لازم تكون كابيتل واخدها واحد هياخد الكلمة دي ويخطها هنا وهاجه هنا اقول له m ويقول له run هياخد هنا من اول H لحد الاخر وبعد ما يخلص هياخد دي كلها ويخطها هنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة